موسيقى هاي اليوم نحن نحكيكم عن الشو ترينز او موضة الاحذية لسنة 2015 من اهم الميزات تابعون السنة هي تلاعب بالالوان والماتيريول اللي منقنينا الدزاينرز اول نوع شوز نحكي عنه اليوم هو سترابي ساندلز او الاحذية مع ربطة الكاحل فيك تنقى بين ربطة الكاحل اللي بتكون معمولة من الجلد من الشينز من الريش او حتى تكون معمولة من البوز احلى ميزة لسترابي ساندلز ان فيك تلابسيون بالنهار او بالليل فيك تنقى بينك تلابسيون مع فستان او تنورة تحت الركبة او حتى مع بانطالون من اكتر الدزاينرز نزلين هيدا ستايل السنة هنه جوتي جيمي تشو و روبرتو كافالي ثاني نوع احذية كتير درجة السنة هنه الجلادياتر شوز من ميزة الجلادياتر شوز ان فيك تنقى حسب انت شو بناسبك انه يكونوا زحف او مع كعب اذا اخترت انك تلابسي الجلادياتر شوز الزحف احلى شي تلابسيون مع فستان طويل يلي هو معروف كالماكسي درس اكيد اذا ظاهرة بالليل فيك تلابسي الجلادياتر شوز مع الكعب وتنسقيهم مع شورت او فستان من اكتر الدزاينرز نزلين الجلادياترز السنة هنه كريستوفر كين فالنتينو و ميو ميو من اكتر الدزاينرز نزلين السنيكرز السنة هنه شانال ديور و دولتشي انقابانا رابع نوع احزيك تير درجة السنة هنه تشونكي هيلز او الحذاء مع الكعب العريض من ميزة هيدا النوع من الكعب ان فيك تلابسي كل نهار او حتى بالليل بدون ما تحسي بوجع بالاجرين اكتر شي درج الكعب العريض باللون الخشب او حتى الخشب الملون من اكتر الدزاينرز نزلين الكعب العريض السنة هنه جان باتيستا فالي برادا و نيكولوس كيركوود ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تباع اليوم اذا عندكم اي سؤال تركو ليه بخانة التعليقات لتعرفوا اكتر عن الفاشن ترنز عملولي فالو على البلوغ و على انستغرام وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي انا بشوفكن قريبا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة